بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي متابعين قناة مصر ميديا آي إي بي قبل ما نبدأ أعوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أذكر الله جماعة الخير وقبل ما نبدأ اشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو عشان يجيلك منا كل جديد ضغط على زرار الاشتراك الأحمر مهم جدا وضغط برضو على زرار اللايك أسفل الفيديو في منتهى الأهمية وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر وطني وبيحب بلد ويكتب في التعليقات تحت تحية مصر وعاوزين نوصل أكتر من 500 تعليق مكتوب فيهم تحية مصر تعالوا نشوف مع بعض العنوين المهمة جدا معنا وعاجل جدا من الداخلية المصرية ضربة ضد المظاهرات أمس وفي خبر آخر عاجل الزاموا بيوتكم يا مصريين تحذير عاجل جدا من الحكومة لكل المصريين عاجل قصف جبهة قوي من مصر لتركيا حول فضيحة كذبها حول مصر وفضيحة الطبيب المصري وكذبه على الإعلام في هذه القضية دي كانت العنوين معنا النهاردة تعالوا نخش في تفاصيل أول خبر معنا في منتهى الأهمية وعاجل جدا من الداخلية المصرية وبيان عاجل حول المظاهرات أمس أكد مصدر أمني مصري استقرار الحالة الأمنية وعدم حدوث أي أمر يعكر الصفوة العام وعدم خروج أي تظاهرات يأتي ذلك رضا على انتشار مقاطع فيديو لتظاهرات تم تداولها عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لتظاهر مزعوم في مصر أمس وتحديدا في مدينة الإسكندرية الساحلية وتبين أن المقطع المتداول يعود لأحداث وقعت قبل نحو عشرة أيام احتجاجا على إزالة مباني عشوائية في الإسكندرية ولم تشهد مصر حتى الآن أي تظاهرات تذكر بعد دعوة المقاول المعارض الهارب محمد علي من مقر إقامته في إسبانيا للخروج في مظاهرات يوم العشرين من سبتمبر أمس بمناسبة الذكرى الأولى لتظاهرات فاشلة دعا إليها في التوقيت ذاته العام الماضي هنا نلاقي أن الداخلية المصرية يعني أحكمت قبضتها الأمنية لمنع أي تظاهرات أو فوضى تحصل وطبعا زي ما حضركم عارفين لو فتحتوا تويتر هتلاقوا أن فيه فيديوهات يعني أذيمة تعرفوا منين أن هي أذيمة لما تلاقوا جودة الفيديو يعني أليلة لأن دي بتبان جدا فيه بيبقى مثلا لو فيه تظاهرات جديدة بيبقى فيه جودة الفيديو إلى حد ما كويسة يعني المصدر بيكون لسه رفع الفيديو فالجودة بتكون يعني إلى حدا ما نضيفة مش قليلة وده بسبب أن المصدر بيكون لسه رفع الفيديو على طول فبيكون مرفعه بجودته فلما الفيديو يتاخد كذا مرة ويقعد رفعه الجودة بتقل فده بكل بساطة يعني الأمر ولو لقيته فيديوهات يعني بجودة إلى حدا ما عالية يعني جودة نضيفة عرفه لو ركسته في الفيديوهات أنا شفت كل الفيديوهات هتلاقوا أن الجودة نضيفة تمام ولكن هم خمسة ستة أربعة عشرة هم اللي عاملين شغب وألق وبيتقال عليهم صورة ومحمد علي بيطلع ينشر هذا الأمر محمد علي بيطلع يقول أن دي صورة ويعد يتفخر بهذا الأمر وطبعا كل الكلام ده غلط تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وإلزموا بيطكم يا مصريين تحذير عاجل جدا من الحكومة لكل المصريين أرسلت محافظة البحيرة منشورا إلى عدد من الوحدات المحلية الواقعة على نهر النيل بفرع رشيد يشدد على اتخاذ الإجراءات بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام الثلاثة القادمة وبحسب المنشور فإن ارتفاع منسوب النيل قد يؤدي إلى حدوث فيضان يتسبب في غرق مناطق واسعة وتضمن المنشور تكليف الوحدات المحلية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة والمعتدى عليها من قبل المخالفين وذلك لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية وحفاظا على أرواح المواطنين على بجوار نهر النيل ده كان تحزير من الحكومة بشأن ممكن يكون فيه حدوث فيضان مثلا فأرفقت محافظة البحيرة منشور لعدد من الوحدات المحلية بشأن هذا الأمر وربنا يستر إن شاء الله وما يكونش فيه فيضانات تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني معنا في منتهى الأهمية وقصف جبها قوي من مصر لتركيا حول فضيحة كذبها حول مصر استنكرت وزارة الخارجية المصرية حديث وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو مع قناة CNN Turk حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية في علاقة بثورة 30 يونيو 2013 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن حديث وزير الخارجية التركي تناول بشكل سلبي ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو ما يؤكد استمرار التشبث بإدعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية معينة هذا وقد أكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج منوها بأن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية وفي نفس الوقت بهذا القدر من التناقض إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد شرعية دولية هنا نلاقي تركيا يعني بتصدر أمور غريبة جدا يعني تناقضات مرة تقول إحنا عاوزين نتصالح مع مصر ومرة تطلع تغلط في مصر فده شيء غريب جدا وده يدل على عدم اتزام الموقف السياسي التركية فطبعا مش عارف شيء غريب جدا من تركيا على هذه التصريحات المتنقضة فمنتظر رأي حضركم في هذا الخبر الهام والعاجل في مصر تعالوا نشوف مع بعض خبر تاني مهم جدا معنا وفضيحة الطبيب المصري وأكذبه على الإعلام في هذه القضية الهامة كشفت وسائل إعلام مصرية حقيقة قصة الدجاجة بعد نشر أنباء زعمت أن طبيبا بيطريا مصريا قام بإجراء عملية جراحية لتلك الدجاجة بعد سقوطها من مبنى عالي وكلفت العملية سبعة آلاف جنيه وبحسب موقع المصري اليوم تصدرت قصة الدجاجة ليسكي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت قصص عن إنسانية راجل سويسري تعرضت دجاجته لكسر خطير فأنقضها طبيب مصري بمدينة سفاجة مصرية قام بأول عملية جراحية لفرخة في مصر والشرق الأوسط بلغت تكلفتها المادية سبعة آلاف جنيه مصري وبدأت قصة عندما روى محمد أحمد الطبيب البيطري المعالج للدجاجة ليسكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الجمعة في مصر أنه أجرى أول عملية لدجاجة في سفاجة أول مرة أعمل عملية الفرخة عد علي أنواع كسور كتير في تيور بس الأول مرة تبقى الفرخة دي فرخة يعني ممكن نكلها وأضاف خلال المداخلة أنه عرض على السائح السويسري العديد من الاختيارات قبل إجراء العملية للدجاجة لكنه رفض كل الاختيارات وتمسك بإجراء العملية لها وبناء على هذا تواصل الطبيب المصري مع بعض الأطباء بالخليج للتأكد من إجراء العملية من عدمها وبالفعل قام بها منوها بأن العملية تكلفت سبعة آلاف جنيه وتم تركيب شرائح ومسامير طبية لها ووضعت تحت الملاحظة وبعد مرور يومين تقريبا على انتشار قصة الدجاجة ليسكي كشف طبيب برازيلي عن قيامه بإجراء عملية الفرخة ليسكي قبل أربع أيام وفندت دعاء طبيب سفاجة ونشر حساب الطبيب البيطري البرازيلي جوليو أرودا على أنستجروم صور الدجاجة ليسكي منذ أربع أيام قبل انتشار القصة بمصر وتحدث عن إجرائه عملية جراحية لها وكشف أن الدجاجة كانت ضحية تقوص دينية تسببت في تحطم جميع عضاءها وتم التخلي عنها لتموت وبعد كشف حقيقة قصة ليسكي أغلق الدكتور البيطري المصري محمد أحمد هاتفه وعيادته كما أغلق صفحة العيادة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من جانبه قرر فتح سلمي صهبي مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر تشكيل لجنة طبية لزيارة العيادة للتأكب من وجود تراخيص عمل لها وأمر بالتحقيق في الواقع للحفاظ على المهنة من الإدعاءات الكاذبة والمضللة المصدر كان من RT طبعاً أتبعت عن القبر بتاع الدكتور المصري أنا الصراحة شفت اللقاء بتاع كم فيه مدخلة هتفعني من الطبيب للإعلامي معتز الدمرداش وكان بيحكي القصة كأنه فعلاً هو اللي عمل العملية فده شيء غريب جداً وللأسف الطبيب ده كذب فأخذت جزاؤه اللي أنا علفته كمان إضافة على هذا الخبر تم تشميع العيادة بتاعته البيطارية جينا لنهاية نشرة الأخبار كان معكم بإسلام من قناتكم مصري ميديا آي إي بي إن شاء الله يشوفكم فيه فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته